بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم عن تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين معمول به وغير معمول به وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ ونبدأ بالنوع الأول وهو المحكم ومختلف الحديث نبدأ بتعريف المحكم فنقول في تعريف المحكم في اللغة هو اسم مفعول بمعنى أحكم بمعنى أتقن أما اصطلاحا فهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله وأكثر الأحاديث من هذا النوع وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة جدا بالنسبة لمجموع الأحاديث تعريف مختلف الحديث لغة هو اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى أي يتضادان في المعنى أما اصطلاحا فهو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمع بين مدلوليهما بشكل مقبول مثال على المختلف الحديث المختلف حديث لا عدوى ولا طيرة أخرجه الإمام مسلم هذا الحديث يتعارض مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد والذي أخرجه الإمام البخاري فهذان الحديثان صحيحان ظاهرهما التعارض لأن الأول ينفي العدوى لا عدوى ولا طيرة والثاني يثبتها فر من المجدوم وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة أذكر هنا ما اختاره الحافظ بن حجر وما فاده ما يليه قال في كيفية الجمع بين الحديثين والجمع بين هذين الحديثين أن يقال إن العدوى منفية وغير ثابتة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول وأما الأمر بالفرار من المجدوم فمن باب سد الذرائع أي لألا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجدوم شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم فأمر بتجنب المجدوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم هنا تساؤل وهو ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين قال العلماء عليه أن يتبع المراحل الآتية إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما أما إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه فيتبع الخطوات التالية فإن علم أن أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ وإن لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجها أو أكثر ثم عملنا بالراجح ثالثا إن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح أهمية هذا العلم ومن يكمل له هذا الفن من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الآئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر وتعارض الأدلة قد شغل العلماء وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم كما زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد العلماء من أشهر المصنفات في هذا الفن كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري وكتاب مشكل الآثار للطحاوي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم